هذه الجماهير الغاضبة التي توافدت بالعشرات لتصل في الليل إلى الآلاف وقفت في الساحة المقابلة لمبنى الحكومة الأرمينية تهتف بسقوط رئيس الوزراء نيكول باشينيان وتتهمه بالخيانة لعدم مساندته أرمن أذربيجان في إقليم قرباغ المتنازع عليه ثلاث سنوات هدأت فيها أصوات المدافع وأزيز الطائرات بعد معارك دامت ستة أسابيع خلفت آلاف القتلى من الجانبين لكنها أعادت لباكوس سيادة على مساحات كبيرة من الإقليم المتنازع عليه وبقي في قلبه إقليم بأغلبية هرمينية يعلن نفسه جمهورية مستقلة تسمى إرتساخ لم يعترف بها أحد حتى ييريفان في عملية استفزازية أطلق خلالها الانفصاليون الأرمن في قرباغ الرصاص على جنود هذريين في منطقة إسكران شرقي إقليم قرباغ فأصابوا اثنين منهم ليعيدوا المنطقة لما كانت قد نسته خلال السنوات الثلاث الماضية لكن الاستفزاز العسكري لم يكن الوحيدة فقبل أيام انتخبت إرتساخ رئيسا جديدا لها متحدية للاتفاق الذي رعاته روسيا والاعتراف الدولي بسيادة أذربيجان على كامل قرباغ المتظاهرون المطالبون بحمية الدفاع عن بني جلدتهم المدفوعون بقوى خارجية لها هدف من تأجيج الحدود وتحريك المشهد نحو التصعيد ولكل في ذلك مآربه فإيران التي نفت الدفع بالحرص الثوري منذ أسبوع باتجاه الحدود الأذرية لا ترغب في فتح ممر لجارتها مع تركيا وأمريكا التي تريد سحب جار جديد لروسيا باتجاهها ترغب في فتح جبهة توتر جديدة لعدوها القديم وروسيا نفسها تريد أن تؤدب أرمينيا التي رمت نفسها في أحضان واشنطن أما تركيا حليفة أذربيجان التي طالما رفعت شعار شعب واحد في بلدين تسعى لنصر جديد لحليفها العملية العسكرية التي بدأتها أذربيجان مساء الثلاثاء قالت إنها لمحاربة الإرهاب تسعى فيه لإسكات نيران الانفصاليين الأرمن لكن يبقى السؤال الأهم هنا هل سيقبل الفاعلون في المشهد إسكاتهم؟